التشخيص حضرتك بقى يعني عشان تقوله ان ده هايمر فعلا التشخيص بيكون اخذ تاريخ المرضي للمريض نفسه بعد كده في بعض الاستخبارات انها بتتعمل ازاي اختبارات بتدور فيها على الزاكرة والتركيز ونشوف ازاي المريض بيقدر يسترجع المعلومة الزاكرة اللي احنا بنسميها الزاكرة الحديثة والزاكرة القريبة وذاكرة البعيدة وفي بعض الاختبارات النفسية اللي ممكن بتتعمل تشوف الوظيفة بتاعت الفص الجبهي في المخ كل الاختبارات دي بتتعمل بعد كده في اختبارات معملية بتتعمل لانه ممكن نقص فيتامين ب12 ممكن يعمل اعراض مشابهة ممكن اللي اخبطها في الغضة الضرقية ممكن تعمل اعراض مشابهة ففي بعض الفحوصات المعملية اللي ممكن تتعمل واخيرا واهمهم اللي هو بما يطلق عليه الرانين المغناطيسي الهدف منه ان احنا بنشوف انه بيبقى فيه منطقة في المخ زي منطقة فرس البحر ومنطقة تانية اللي هو الفص الصدغي كل دول ممكن بتشافيه بعض التغييرات طبعا عشان نقول التشخيص 100% لازم بقى فيه عينة بتتاخده وده ما يفعش لتعمل في المريض طبعا فنقدر نقول ان احنا بنعمل تشخيص الكلينيكي الالسهايمر بس ندرش نقول انه هو تشخيص 100% الكلينيكي مدعم ببعض الفحوصات طبعا ايه يعني نسبته بتبقى فوق 90% ومن هنا لازم بقى يبقى بداية الرعاية والرعاية لازم تكون حاجة متكملة